أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 عن ترتيب مملكة البحرين المتقدم ومحافظته على الصدارة للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 2010 أيضا حصلت على المركز الأول عربيا في جهزية الحكومة الإلكترونية وتم تصنيف البحرين للمرة الثانية على التوالي ضمن الدول المتقدمة جدا في العالم في هذا المجال وهو تصنيف تحصل عليه الدول التي تحصل على نسبة أعلى من 75% من إجمالي مؤشرات التقرير التي تتجاوز 400 معيار حيث حصلت على هذه النسبة 29 دولة فقط من إجمالي 193 دولة يغطيها التقرير وبينا التقرير أن مملكة البحرين حصلت على الترتيب 24 في جهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى دول العالم محافظة على المركز الأول على مستوى المنطقة وشهد مؤشر البونية التحتية للاتصالات تطورا ملحوظا ليحتل الترتيب 11 عالميا ويعتمد قياسه على نسبة مستخدمي الإنترنت والمشتركين في خطوط الهاتف الثابت والنقال ومشتركي خدمة النطاق العريض الثابت وخدمة النطاق العريض اللاسلكية في حين احتل مؤشر رأس المال البشرية على المركز 77 عالميا والذي يقيس نسبة التعليم بين الكبار ونسبة إجمالي الملتحقين بالتعليم شاملا التعليم الجامعي بجانب نسبة سنوات التعليم المتوقعة ومتوسط سنوات التعليم للفرد وجاء مؤشر الخدمات الإلكترونية في الترتيب 22 عالميا واعتمد القياس وفق هذا المؤشر على مجموعة من العناصر الرئيسة تمثلت في التكامل الحكومية وتعدد قدوات توصيل الخدمات وسد الفجوة الرقمية وزيادة نسبة الاستخدام إلى جانب البيانات الحكومية المفتوحة والمشاركة الإلكترونية وتقدمت مملكة البحرين في مؤشر المشاركة الإلكترونية المؤشر التكملي الذي يحتسب ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية لتتصدر دول المنطقة وبهذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لهائة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد على أمن الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في تقرير هذا العام يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ودعم اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برأس تسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك لدعم تقنية المعلومات والاتصالات وفق استراتيجيات وخطط ممنهجة تهدف بشكل رئيسي إلى توفير خدمات حكومية متكاملة ومتاحة للجميع عبر الاستغلال الأمثلي للتكنولوجيا تكنولوجيا